حافظ إبراهيم مرحبا يا مونير أراك تلقي الشعر تبدو كأنك منفعل جدا أهلا يا سمير إني أحاول حفظ أبيات من قصيدة بعنوان اللغة العربية للشاعر الكبير محمد حافظ إبراهيم ومن هو محمد حافظ إبراهيم؟ حسنا إنه شاعر مصري من الشعراء الذين عاصروا الشاعر أحمد شوقي ويلقب بشاعر النيل وشاعر الشعب ولد في الرابع والعشرين من فبراير في عام 1872 بقرية ديروت بمحافظة أسيوت توفي والده وهو في سن الرابعة من عمره وما سبب تسميته بشاعر النيل أو كما تقول شاعر الشعب لقد كان حافظ إبراهيم يحب نهر النيل جدا ويتنقل على ضفافه والبعض أطلق عليه شاعر الشعب لأنه كان له مواقف بارزة في التعبير عن مشاكل شعبه هذا رائع أخبرني المزيد عنه كانت بداية انطلاق حافظ إبراهيم في الشعر بعدما عمل في مكتب محاما حيث زاد اطلاعه على الأدب والشعر وبالأخص ما كتبه محمود سامي البارودي محامي وشاعر؟ ولماذا أنت مستغرب؟ لقد التحق حافظ إبراهيم بالمدرسة الحربية أيضا وتخرج منها في عام 1891 فيما بعد حصل حافظ إبراهيم على عمل كرئيس للقسم الأدبي في دار الكتب ثم ارتقى بعد ذلك لكي يصبح وكيلا لدار الكتب وقد حصل على رتبة البكوية عام 1912 وهي الرتبة التي تلي رتبة الباشا في وقتها يبدو أن حافظ إبراهيم كان معطاء للغة العربية وأهلها أليس كذلك؟ بالطبع فقد انتمى إلى مدرسة الإحياء والبعث الشعرية وساهم في إضافة قيمة رائعة للشعر العربي ولو علمت الصفات التي كان يمتلكها يا سمير لتمنيت أن يكون بيننا الآن أثرت فضولي ما هي هذه الصفات؟ لقد كان قوي الذاكرة حيث حفظ آلاف القصائد العربية سواء القديمة أو الحديثة بالإضافة إلى احتواء هذه الذاكرة الرائعة على مئات الكتب المختلفة كان يتميز بين أصدقائه بالقراءة السريعة والصحيحة فشهد له الجميع بأنه كان يقرأ ديوانا من الشعر بسرعة مذهلة كما كان يتمتع بحس فكاهي في شخصيته حيث يقوم بنشر البهجة والسرور في المجالس هذا رائع وما الذي ميز أشعاره ومؤلفاته؟ كان حافظ إبراهيم يتميز في الشعر من خلال ترتيب أبيات شعره وحلاوة تركيبها وحسن انتقاء كلماتها لقد كان بارعا في إيصال المعنى بشكل إبداعي مع استخدام مفردات بسيطة كما أنه تطرق لأمور الحياة والطبيعة والعقل والمدائح والتهاني والكثير من الأمور التي تعبر عن شعور من حوله وما هي أشعر مؤلفاته يا مونير؟ له الكثير من المؤلفات المختلفة مثل ديوان حافظ إبراهيم ولكن هذا الديوان لا يحتوي على كل ما كتبه شاعرنا وذلك لأنه كان يكتب أشعاره على ورق متناثر في أي مكان يقع ولولا أصدقاؤه وبعض الصحف والمجلات لما عثرنا على شيء له بالإضافة إلى هذا كان له كتاب سؤال وجواب الذي كان بصيغة أسئلة وأجوبة على لسان أب وابنه بهدف تناول بعض مفردات الحياة المختلفة مثل النجاح والسعادة حسنا دعني أدونه حتى لا أنساه هيا أكمل يا أخي وماذا بعد؟ له كتاب يسمى ليالي سطيح وهو يتحدث فيه عن قضايا اجتماعية وأدبية لبعض الأخلاقيات والعادات المنتشرة في مصر كما قام حافظ إبراهيم في عام 1903 بتعريب كتاب رواية البؤثاء لصاحبها ذيكتور هيجو وقام بالمشاركة مع خليل مطران في كتابة الموجز في عالم الاقتصاد وذلك في عام 1913 ليس هذا فحسب بل كان له كتاب عمر والذي تحدث فيه عن مناقب عمر بن الخطاب والمسمى بالقصيدة العمرية رائع وهل تحفظ شيئا من هذه القصيدة؟ نعم بالتأكيد فقد كتب فيها إن جاع في شدة قوم شاركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها يبدو أنك سوف تصبح شاعرا يا منير فإلقاؤك للقصيدة جميل هل تحفظ شيئا آخر؟ نعم نعم لقد زدتني حماسا يا سمير اسمع هذه الأبيات التي كتبها شاعرنا واعتبرها قصيدة عامة بعنوان لعب البلا بملاعب الألباب حلو السكوت ككوكب متألق والليل ساج أسود الجلباب يهدي السبيل لسالكيه ولم يرد شكرا ولم يعمل لنيل ثوابي صدقا يبدو أنك مستمتع جدا وأنت تقرأ قصائض حافظ إبراهيم من الآن فصاعدا اسمح لي بأن أشاركك الإلقاء على الرحب والثاعة يا سمير سأخبرك الآن عن نهاية حياته حيث توفي في الحادي والعشرين من شهر حزيران لعام ألف وتسعمائة واثنين وثلاثين ودفن في أحد مقابر السيدة نفيسة لقد حزن الشاعر أحمد شوقي جدا على فراق صديقه المقرب حافظ إبراهيم وقال أبياتا في رثائه قد كنت أوثر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأحياء لكن سبقت وكل طول سلامة قدر وكل منية بقضائي وفي هذه الأيام رحل حافظ وشوقي والكثير غيرهم وما نسيناهم وسنبقى دائما نحيا بأدبهم وشعرهم أوجست فأصبت يا منير الآن هيا أكمل قصيدة اللغة العربية فلا تكلوني للزمان فإنني أخاف عليكم أنت حين وفاتي